عودة الاستقرار للسيطرة في عموم مناطق المملكة العربية السعودية التفاصيل بعد قليل أسعد اللوقاتكم بكل خير متابعين في المملكة العربية السعودية أخيرا عاد الاستقرار للسيطرة في المنطقة الشمالية من المملكة بعد الفترة الماضية التي شهدت أجواء غير مستقرة وهطول زخات من الأمطار في مناطق متفرقة من المملكة هذا الاستقرار ناتج عن امتداد لمرتفع جوي واسع النطاق واسع التأثير في عموم الجزيرة العربية يجلب معه هذه الأجواء المستقرة لكن الباردة بشكل لافت خلال أيام القليلة القادمة نبدأ نشرتنا بسؤال أقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم حيث توضح خلوع عموم منطقة الجزيرة العربية وأذن المملكة العربية السعودية من الغيوم باستدنى بعض الغيوم العالية في شرق المملكة وأيضا أجزاء من أقصى شمال شرق المملكة حدث أكثر حول درجات حرقية ويقع اعتبارا من نعار اليوم وخلال يومين القادمين كتلة هوائية باردة نسبيا تسيطر على المنطقة الشمالية ويتوقع أن تتحرك تدريجيا نحو الجنوب الشرقي تحديدا نحو المنطقة الشرقية وأجزاء واسعة من المنطقة الوسطة بما فيها العاصمة الرياض حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل متتالي خلال الأيام القليلة القادمة مع استمراء درجات الحرارة حول معدلاتهم مثل هذا الوقت من العام في أجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية من المملكة في حين تكون أقل من معدلاتها في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطة بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية 15 درجة مئوية كحرارة مقاسعة المحسوسة 14 الرطوبة منخفضة والريح تكون شمالية شرقية معتدلة أسرع نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة يوم الأربعاء 26 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى وبالتالي ستكون أقل من معدلاتهم مثل هذا الوقت من العام بالنسبة للعاصمة الرياض أما الصغرة 15 درجة مئوية ترتفع قليلا يوم الخميس لتسجل 28 إلى 17 وتواصل ارتفاعها يوم الجمعة لتسجل 31 إلى 16 درجة مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لبقى المدن السعودية ليوم الأربعاء نبدوها شمالا حيث تنتشر كمية من الغيوم العالية بدون فعالية تابوك 24 إلى 12 سكاكة 23 إلى 13 عرعر 20 إلى 13 مع أجواء غائمة جزئيا بالنسبة المدينة المنورة أجواء صافية 32 إلى 20 جدة 32 إلى 25 مكة المكرمة 34 إلى 23 والطائف 26 إلى 17 درجة مئوية الباحة 20 إلى 12 أبهة 23 إلى 10 وجازان 33 إلى 25 درجة مئوية المنطقة الشرقية الدمام 27 إلى 19 حفر الباطن 23 إلى 14 الإحساء 27 إلى 16 مع أجواء صافية بشكل عام أخيرا العاصمة الرياض أجواء صافية 26 إلى 15 بريدة 26 إلى 16 وحائل 25 إلى 12 درجة مئوية إلى هنا تنتين أشرطنا للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر